اشتركوا في القناة من الحرس الجمهوري إلى المقبرة الواقعة ببولغين والمقبرة المسيحية بالبحيرة الصغيرة بوهران من أجل إحياء ذكرة هدنة الحرب العالمية الأولى ذكرة الحرب العالمية الأولى كما تعرفون يسمى الأرمستس داي ويحتفلون به في كل 11 نوفمبر من كل عام بدأ هذا الاحتفال بعد الحرب العالمية الثانية بعد الهزيمة الثانية لألمانيا وهذا الاحتفال جاء في هما يعتبرون أن نهاية الحرب العالمية الأولى انتهت في 11 نوفمبر 1918 بتوقيع الوثيقة الشهيرة اللي وقعوها الألمان توقيع وثيقة الاستسلام تقريما واللي بالمناسبة بعدين هتلر في نفس المكان فرض على الفرنسيين أن يوقعوا الاستسلام عندما احتل باريس في جوان أعتقد كان جوان في 1940 أو جويلية إذن كان هذا التاريخ رههم مديرين الاحتفالات واذا دخلكم أنتم باستسلام هذه الاحتفالات يعني الجزائريين اللي راحوا آنذاك كانوا حطب كانوا الشاركانو كانوا حطب بتاع الحرب بدأتهم فرنسا بالقوة الأغلبية بالقوة البعض كانوا مرتزقة ولكن الأغلبية كانوا ادوهم بالقوة ولذلك كانت واحدة من الهجرات الكبرى الجزائرية إلى الشام كانت آنذاك لأن كانت بعض الناس اللي أفتوا آنذاك بما فيها مفتيت لمسان بأنه لا يجوز تحت أي ظرف أنت تروح مع تروح تكون عسكري عند فرنسا فهاجر آلاف الجزائريين الشباب اللي كانوا بشيدوهم قهرا هاجروا إلى من كل جزائر خاصة منطقة العربية هاجروا إلى سوريا أي إلى سوريا اللي تسمى اليوم سوريا الشام يعني يحتفلهم بالحرب العالمية الأولى يعني الجزائريين اللي كانوا كانوا حطب مئات الآلاف من المغاربيين مغاربيين مغاربة وتوانسا وجزائريين بشكل أساسي ولكن أيضاً مصريين وبنغال وهنود وباكستانيين ومن كل مكان يعني كانت حرب أوروبية حرب أهلية أوروبية الأولى والثانية بين الأوروبيين وكانت دائماً ألمانيا في قلب هذه الحروب أو على رأس هذه الحروب سواء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وهؤلاء أوروبيين بيط مسيحيين تقاتلوا فيما بينها فإذا بفرنسا فرضت وخذات من الدول التي كانت تستعمرها وتحتلح أبنائها وشبابها اللي الكثيرين منهم لم يعودوا اللي يعادوا كالي راح عينوك اللي راح يجلوك اللي يفقد عقله إلى آخره يحتفلونهم بالاستعمار ويروحوا يبعثوا الحرس الجمهوري يغنوا واشدخلكم في هذه هذه بين الأوربيين قمة العمالة قمة الدناء قمة السفاهة قمة الخصة قمة العمالة يقولون لك جنيه رالاتران ضد فرنسا مش عارف مش عارف هذا